نختلف أو نتفق على دور أي مؤسسة دينية خلال الفترة اللي فاتت ده شيء مقبول ووارد ولكن البابا شنودة بعيدا عن أي اختلاف في المواقف السياسية هو رجل محترم رجل له كارزمة خاصة جدا رجل له أهمية دينية كبيرة أديب شاعر شخصية من طراز خاص لو نقدر نقول الشعب المصري بشكل عام بيحبه حالة التسامح اللي كانت طول الوقت على وشه وفي جمله وفي خطباته كانت ملهمة لكثير من المواطنين ده اللي هنتكلم فيه و هنتكلم عن مستقبل الكنيسة في الفترة اللي جاية مع ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو دكتور علي سمان رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان نهارك سعيدي غندا أهلا بيكي نوارنا أهلا أبنا بتزدي تتكلم عن البابا شنودة ومستقبل الكنيسة في الفترة اللي جاية أبتدي تتكلم الأول و ده جاي من التايتل بتاع حضرتك يعني حوار الثقافات والأديان نهار ده احنا بنحتفل بعيد الأم كل سنة وكل أمهات المصرية طيبة طيبة حيك شايفت الأم إيه في أنها تدعم ثقافة التسامح داخل الأسرة يعني الأم هي اللي بتربي في الآخر فلما بيطلع الجيل مش متسامح أو بيطلع الجيل عنده أي مشاكل بيبدأ سبب الأم في الآخر هو طبعا انت لك حق في كلمة السبب الأم إنما هو في الواقع أكبر الكلمة لأن التسامح ده جزء من تعليم ومشكلة عكس التعليم إيه الجهل إذن الأمور كلها تبدأ بالبيت إذا البيت ما كانش صالح لأن يكون المدرسة الأولى التي يذهب إليها الطفل ويتربى فيها حيختل الميزان فهي إذا كانت الأمة أحيانا تمارس دور غير متسامح وده على فكرة فيه تناقض إنها تمارس دور غير متسامح وهي شعورها الطبيعي أن تحب من أولادها إنما ده جاي مرة أخرى من الجهل ده بقى دور المجتمع المجتمع مش كدولة بس المجتمع والمجتمع المدني كيف نعلمهم إيه الجهد اللي يتبذل عشان نعلمه على فكرة في مصر مفيش مش عايزة جهد جبار عشان المجتمع المدني ده بدل ما يروح لمتاهات مع احترامي اسمها حقوق الإنسان وحعمل إيه روح لحياتنا اليومية الأم نعلمها إزاي حنضف ما نحاول إزاي عشان يبقى كلمة النظافة من الإيمان حقيقة وواقع فعايزة أقول دي جاي المرض الأساسي الجهل في الفترة اللي جاية ده مهم يا دكتور لأنه نحن داخلين على يعني ازدهار حقيقي للطيار الإسلام السياسي وفيه أمهات سلفيات فيه أمهات بينتام الأخوان المسلمين وعندنا فيه مسيحيين وفيه أقليات مختلفة يعني فإزاي يعني إيه الحاجات اللي ممكن لو فيه أفكار يعني نقدر نقولها للأمهات لأنها تربي طفل متسامح فعليا تربي طفل عنده مساحة قبول للآخر حقيقيا عايزة أقول لك على حاجة وأنا بتكلم في برامج تليفزيونية متعددة أحب دايماً أروح لاختراح محدد عملي فضل هذا الرجل لكلنا بنتكلم منذ أن أعلنت وفاته بابا شمدت على تسامحه وعلى طابه وعلى قدرته غير العادية أن حتى ينشر الابتسامة لمن حوله هذا الرجل أرجع لكلمة الكتاب المدرسي لأني كنت أتكلمك على الجهة أنا عايز الكتاب المدرسي في مصر يعطي لهذا الرجل مكان ليه؟ لأن علشان أعلمهم لازم أدي ما يسمى القدوة والنموذك قداسة البابا الشنودة قدوة ونموذك صالح أن يعلم للآخرين أو ما استفيد لأن لما بتعلمي ابتداء من قدوة ونموذك بتبقى محدد وأنا آسف أقول لك دكتورة زينة بردوان وهي أستاذة عظيمة طالعة من كلية العلوم وعملت على الكتب المدرسية دراستها وفجئنا فيه بحاجات غير مسموح بيها عكس عشان ما كنش مهاجم أوي في يوم زي النهاردة عكس كلمة التسامة ومكتوبة في الكتاب المدرسي وسلم على ده وما تسلمش على ده إيه ده وفين بعد جهد جهيد بزلنا سوى لأن هي عضب في المؤسسة اللي سيادتك قلت عليها وكانت معايا في المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية وست عالمة فهذه السيدة مسكت النقطة دي وإن لازم الكتاب المدرسي يعاد صياط قال له ده الكتاب المدرسي مسئولية الكاتب وليس مسئولية الوزارة بس في حدود حينما تكون الكلمات عبارة عن طلقات رصاص على عقل الطفل وعلى عقل الطالب بس يعني إيه مسئولية الكاتب مش مسئولية الوزارة كلام ده لو أنا رايح أشتريمي المكتبة بكامل قوائل عقلية وكامل إرادتي لكن لو هو منهج مسئولية الوزارة طبعا أنا على العموم لسه بكلمها بقالي ثلاثة أيام لأن عاوزين نرجع موضوع الكتاب المدرسي كجوز آسف جدا كجوزء من نشاط الاتحاد الدولي وكنا بدأنا نشتغل فيه في فرع القاهرة على الآن لأنه أولد في باريس ثم القاهرة والآن في مدريس فاللي هنشتغل عليه هو الكتاب المدرسي وحنجد وسيلة مع الدولة ومع وزير التعليم شوف لنا حل طبعا ده حي طيب خلينا والتاريخ محتاج يتعادس ياختر أعتقد مش بس الجزء التعليمي بتاع التسامح والمناهج كلها محتاجة تتعادس ياختر طب ها أكلف موضوعنا النهاردة نرجع لموضوعنا وهو البابا شنودة التالت عندنا خلط كده هل منصب البابا شنودة هو منصب إداري ولا هو منصب ديني لأ منصب ديني أساسا بمعنى بمعنى أنه مشاركته في الحياة السياسية عاملة إزاي مشاركته في الحياة الدولية عاملة إزاي أنا أعايز أصل كلمة مشاركة في الحياة السياسية حصل فيها خلط وحصل زمان فيها خلافات طبعا بما فيها الخلاف اللي كان مع الرئيس دات وقتها اللي هو يمارس دور مسئولية عامة لأنه هو مسئول عن حماية الشعب القبط فيه مطالبه المشروعة مثلا اعطيه دي على كنيسة ليه؟ لأ هل هناك حصل تطرف أو لا؟ وعايزة أقولك بأمانة لما كنا نتكلم سوا احنا عارفين ان التطرف موجود في الطرفين هو فيما يخصه حينما يسمع تطرف من أبناؤه كان يقول كلمة النصيحة لأنه ومسته الحكمة والحكمة والنصيحة كان بيمارسها على فكرة مش بس فيما يقوله لأخباط مصر وأخباط المعجر بل أيضا مع الدولة لأن الدولة عاوز لما انت تقول إننا في مشكلة أن نذهب إلى الحل والرجل ده في تركيبته للأمانة كان أقرب إلى تركيبة رجل دولة مش سياسي تفرق رجل دولة أي تجد حل للمشاكل والمشاكل بيبقى فيها مسلمين وأخباط أحل إزاي؟ وهو جنب رجل الدولة بيتكلم في المشكلة دي عقله دائما يذهب إلى الحل وده اللي كان بخلي أيضا الناس في الدولة يقدروا هذا الرجل ويقدروا دوره كنا بنسمع دائما كثير عنه أنه يتمتع بحكمة شديدة وصبر صبر يعني صبر واحتمال يعني أنا ديته مثل إزاي وأنا داخل عليه في يوم كان قاسي لأنه كان بعد أحداث الاعتداء على كنيسة القديسين والأب أرمية الله يكريمه فكر أنه يتعمل بيان مشترك سريع بين قدسة البابا شنودة والإمام الأكبر الدكتور الطيب طيب فاضل حنوقع البيان مؤمته كان يوم ستة أكتوبر فلاقيته إدى المعاد تمانية صباحاً حتى هو لما شافني داخل قال لي يا دكتور عليمه أنا لما أقول تمانية يعني حتسحة ستة وحتنزل سبعة وتوصل عندي تمانية إنما لن يكون سراً لك حددت المعدة لأن بعد نص ساعة داخل لجلسة العلاج الكلوي الغسيل الكلوي ومع ذلك تعرف قبليها لا شك بيبقى المعاناة عالية طبعاً قاعد بصبره وابتسامة بقدر الإمكان وبراحة راحة لمن حوله وراحة لمن أتى له ثم وقع يعني بيمارس دوره إلى آخر دقيقة من قدراته الجسدية صحيح ده كان ستة يناير حديك قصدك صح؟ كان ستة أكتوبر بعد القديسين بعشر شهور؟ لا لا يعني هي دي وقع أخرى دي وقع أخرى الستة أكتوبر لأنه كان أجازة أنا فاكر أنها كانت أجازة لأنه رحنا فيما يخص شيخ الأزر إلى بيته أنه كان أجاز طيب في بقى مفوض مستقبل الكنيسة فيه الناس مش فاهمة وإحنا مش فاهمين يعني المسلمين ومسيحيين أنه هل البابا الجديد فيه تخاوف أنه مش هيكون بنفس القدر من الحكمة والوعي والصبر اللي كان بيتحلى بيها بابا شنود التالت اللي يرحم هو ما نقدرش نراهن على دي في الواقع يعني لأنه عندهم نظام مقرر وأسس له وانتخاب ثم يصله في الآخر زي ما سمعته أكتر مرة إلى ثلاثة ووعدين الطفل وهكذا إنما يعني بصفة عامة الأمل المشترك لمصريين مسلمين ومسيحيين هي وحدة الكنيسة مهمة جدا وحدة الكنيسة ولا شك زي أي مجتمع يحصل فيه تنافس يحصل فيه صراع مصلحة الجميع هي في وحدة الكنيسة وعايز أقولك وحدة الكنيسة دي لما يتمنها المسلمين لأن زي ما شفتي بعد وفاته أنا متهالي زي ما اختلطت دماغهم في 6 أكتوبر اختلطت دموحهم أيضا عند وفاة قداسة الباب صحيح طب بس في نفس الوقت ليه بقول فيه تخوف من حالة قلق كده من الفترة اللي جاية تحديد روح دخلين على لجنة سياوة الدستور ووضع الأقباط في الدستور المصري القادم وفي ظل غياب البابا يعني البابا هيبقى موجود في الفترة اللي لسه قدامنا شهرين عبل ما يتم انتخاب بابا جديد ومش عارفين وضع الأقباط في الدستور كده هيبقى عامل ازاي في حيك شايف؟ هو طبعا أحد نقط القلق ما هو السر على حد يعني هو طبعا وصول الإخوان إلى الأغلبية في البرلمان ولكن عايز أقول من كرم الله إن آخر عمل عام اتعمل وتابعناه كلنا على الشاشة هو لقاءه مع المرشد العام الإخوان المسلمين وكان لقاء جيد والمرشد العام السابق الإخوان اتقيت بيه أكثر مرة وطمأنني جدا إلى هذا الأجواء اللقائية فمع الأخ بديع واللي قبليه على نفس الخطية وبالمناسبة مازال اللي قبليه له مكانية اه طبعا فدي نقطة نقطة أمل كبير إن حصل تقارب وحصل تفاهم وما حصلش قبل كده لقاء على هذا المستوى بهذه القوة لا إنهم كانت الجماعة محظورة ما كانونت بيعرفتهم لقاءات حتى بعض يعني في البدايات يعني بعض إنما دي نقطة أمل إن اللي اتنين على مساحة قريبة بقي مسؤوليتهم همه طبعا في من يختاروه من رجال إنما يصعب أن يتخيل إن يجي قيادة مكان البابا شنود لو تيمشي في خط مختلف وقد رأى على الساحة وسمع كيف أن الجميع لهم تقدير ولهم احترام مسلمين أو أقباط لدور قداسة البابا شنود يعني العقل حتى البسيط يقول ما مامشي في الخط ده لأن الخط ده جاب خير للاتنين حيث متوقع أنه يبقى فيه تمثيل حقيقي للأقباط أو المسيحيين عشان أقباط يعني معنا مصريين برضو عشان بلغويا يعني مشيين صح حيث توقع يبقى فيه تمثيل حقيقي للمسيحيين في لجنة ساعة الدستور لجنة المائة ما هو يعني لازم إنه يبقى فيه تمثيل طبعا ما هو ما هو السر لازم وتوقع حاجة أنا بس أنا مش أصلا لازم فيه لازم كتير ما يعني لازم ما كانش يبقى فيه خمسين في المجلس شعب والشورة يعني فيه حاجات لازم ما حترش وبعدين مع احترام يعني ما هيش نهائية أولد خمسين في المئة ده الأعلم ده اللي أعلم حتى الآن ده اللي أعلم حاجات كتير بتعلن يعني إنما لابد من المرأة والمجتمع المدني وأقباط مصر ولابد أيضا من الليبراليين وهكذا فكل دول لابد أن يكونوا في الداخل والعقل يقول أيضا من يملك بقى سلطة الترشيح حتى للخمسين في المئة من الطبيعي أن يعطي لأقباط مصر ما كان هناك من الأسامي التي ذكرتها أبونا أرامية في كلامك هو من المرشحين بقوة يعني إنه يعني إنه يبقى ممكن ياخد منصب البابا هل لحدك في أسامي في بالك هك شايف إنها مرشحة بقوة إنها تاخد هذا المرشح؟ أو على الآلة التلاتة يعني الأنبى موسى طبعا اللي هو مسؤول الشباب يعني الأب بسنتي والإتنين يحبهم الجميع إنما هي طبعا في ظروفهم إيه بقى الإمكانيات الصحية الحقيقية وهكذا دي بقى سؤال بينهم وبين بعض بيسووه يعني إنه موسى فاانفيش حد حداك بشايفو اللي يبقى خليفة البابا يعني ولا أتجرأ تتكلم فيه ليه؟ لا لأن دى شأنهم شأن داخلي難 هذا شأنهم ختامًا كده يا دكتور حيط متوقع إيه الكنيسة المصرية فالفترة اللي جاي؟ أنا أتوقع لها وأتمنى لها أن تأخذ من هذا الرجل نموذجا ويقولوا لقد رسم لنا الطريق ودي خريطة الطريق بالتعبير الحديث ده نمشي وراها ده العقل صحيح كلنا منتظرين يعني ده يحصل فترة اللي جاية وبعتقد كلنا نتابع عن قرب يعني الانتخابات وكمان وهتأخذ وقت طبعا شوية شهرين هم قالوا خلال ستين يوم هتم هو لو الأمور مشيت يعني بوعي عالي بقى شهرين ممكن تبقى أكتر شوية وهكذا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لأجودك معنا النهاردة دكتور علي السمان رئيس الاتحاد الدولي الحوار الثقافات والأديان بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا لك خلصت فقرتنا ولسا مكملين فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا بعد الفاصل